من أكثر القصص القرآنية المليئة بالعبر والعفاة قصة العزير عليه السلام وهو رجل صالح من بني إسرائيل أماته الله عز وجل مئة عام ثم بعثه وقيل هو من نسل هارون بن عمران عليهما السلام واختلف العلماء في نبوة العزير عليه السلام فقد تعددت الآراء في شخصه وفي كنهه فمنهم من قال إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل نبأ بعد الأربعين وقد آتاه الله عز وجل الحكمة وهو ما أورده ابن كثير رحمه الله في كتابه ومنهم من قال إنه حبر من أحبار اليهود ومنهم من قال إنه لم يكن نبيا بل كان عبدا صالحا وقيل إنه كان ممن سباه بخت نصر وهو غلام حدث فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله عز وجل الحكمة ولم يكن أحد من بني إسرائيل أحفظ ولا أعلم بالتوراة من العزير عليه السلام في حينها والعزير عليه السلام هو الذي ادعت بن إسرائيل كذبا وافتراءا على الله تبارك وتعالى أنه ابن الله حاش لله وسبحان الله وتعالى عما يفترون علوا كبيرا فقد كان العزير عليه السلام معجزة كبيرة وكان فتنة بالغة لقومه إذ ابتل الله عز وجل بني إسرائيل بالعزير عليه السلام العزير عليه السلام العزير عليه السلام رجل صالح من بني إسرائيل لم يثبت يقينا أنه نبي وإن كان المشهور أنه من أنبياء بني إسرائيل كما قال ابن كثير رحمه الله فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع اللعين هو أم لا وما أدري أعزير النبي هو أم لا وهذا ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال هذا قبل أن يعلم عن حاله أي تبع وقد جاء ما يدل على أنه قد أسلم فلا يكون لعينة وأما عزير عليه السلام فلم يأتي شيء يقطع بأنه نبي ولا حرج أن يقال عنه عليه السلام حيث كان رجلا صالحا ذكرت قصته في كتاب الله عز وجل وقد عده كثير من أهل العلم رغم اختلافهم أنه من أنبياء الله عليهم السلام فالقصة أنه كان في سالف الزمان رجل صالح اسمه عزير وكان عزير عليه السلام يعيش في قرية قريبة من بيت المقدس وكان عنده أرض يزرعها ويعيش من حصادها وفي يوم من الأيام خرج العزير إلى أرضه وبينما هو في الطريق أصابه الحر الشديد فوجد أرضا خربة من خرائب وأطلال بيت المقدس فدخل فيها ليستظل بظل أحد جدرانها فنزل عزير من على حماره وكان معه سلة فيها تين وسلة فيها عنب فأخرج قصعة كانت معه واعتصر فيها من العنب الذي كان معه ثم أخرج خبزا يابسا فألقاه في تلك القصعة ليبتل ليأكله ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط وأخذ عزير عليه السلام ينظر إلى سقف تلك البيوت الخربة وهي خاوية على عروشها وقد هلك أهلها ولم يبقى أحد منهم ورأى عظاما بالية فتعجب وقال كيف يحيي الله عز وجل هذه القرية بعد موتها وبعد هلاكها ولم يقل العزير عليه السلام هذا الكلام وهو يشك في قدرة الله تعالى حاش لله ولكنه كان متعجبا من شدة الخراب الذي حدث لتلك القرية فأرسل الله عز وجل إليه ملك الموت عليه السلام في التو واللحظة فأماته الله تبارك وتعالى مئة عام وخلال فترة المئة عام حدثت أشياء كثيرة فلقد مات أناس وخلق أناس وتغيرت معالم الكون وبعد مرور المئة عام أرسل الله عز وجل إلى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل به وعينيه لينظر بهما بإذن الله تعالى ويرى كيف يحيي الله عز وجل الموتى فرأى عزير كيف تم تركيب خلقه وهو ينظر وكيف كسى الله عز وجل لحمه عظاما ثم كسى اللحم الجلد والشعر ثم نفخ فيه الروح وكل ذلك يحدث لعزير وهو ينظر ولا يكاد يصدق ما يحدث له فهو يرى نفسه وكأنه يخلق من جديد وهو حتى هذه اللحظة لا يدري ما الذي حدث له فلقد أماته الله عز وجل بقدرته مئة عام وهو لا يدري أنه مات مئة عام بل إنه يظن أنه كان نائما ولذلك لما استوى جالسا سأله الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم وذلك لأن العزير نام في أول النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس أو شكت على الغروب فظن أنه نام مدة خمس ساعات أو أقل من ذلك وإذا بالملك يخبره بالمفاجأة تلك المفاجأة التي كادت أن تذهب عقله قال له الملك بل لبثت مئة عام وإذا أردت أن تتأكد من هذا الخبر يا عزير فانظر إلى طعامك وشرابك الذي كان معك فإنه لم يتغير رغم مرور مئة عام عليه وما زال عزير يظن أنه كان نائما ولذلك لم يتغير طعامه وشرابه فهو حتى هذه اللحظة لا يكاد يصدق أنه مات مئة عام فأراد الملك أن يقطع الشك باليقين فقال لعزير عليه السلام إن كنت لا تصدق ذلك فانظر إلى حمارك فنظر عزير عليه السلام إلى حماره فوجده ميتاً وقد تهشمت عظامه وبينما وقف عزير ينظر إلى حماره في حيرة ودهشة وعجب إذا بالملك ينادي على عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى أخذ الملك يركبها على بعضها وعزير ينظر إليه متعجباً مما يرى وبعد أن قام الملك بتركيب العظام وضع عليها العروق والأعصابة ثم كساها اللحم وأنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه بإذن الله فقام الحمار رافعاً رأسه وأذنيه إلى السماء وهو ينهق كل هذا بأمر الله تبارك وتعالى فلما رأى عزير عليه السلام كل هذا أمام عينيه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي إن هذا كله ما كان عن شك من عزير عليه السلام بل إنه كان موقناً بقدرة الله تبارك وتعالى على فعل كل شيء يريد لكنه العجب الذي يصيب الإنسان حين يرى شيئاً عجيباً خارج قدرته وطاقته وبعد هذا الموقف العصيب قام عزير عليه السلام من مكانه وركب حماره وانطلق عائداً إلى قريته وهو لا يدري ما الذي حدث فيها خلال المئة عام التي مضت فلما وصل عزير إلى قريته لم يعرفه أحد من الناس ولم يعرف هو أحداً من الناس بل ولم يعرف شوارع القرية فقد تغير كل شيء فأخذ عزير يبحث عن بيته حتى وجده بعد جهد ومشقة فطرق على الباب وهو ينتظر أن يرى ابنه الذي تركه منذ مئة عام وكان يبلغ حينها من العمر عشرين سنة وكان يبلغ هو من العمر وقتها أربعين سنة وكان العزير قد ترك في البيت أمتاً له تبلغ من العمر عشرين سنة فلما طرق العزير الباب لم يرد عليه أحد فأعاد الطرق مرة أخرى وإذا بامرأة كبيرة في السن يبلغ عمرها مئة وعشرين سنة قد عمي بصرها إذا بها تفتح الباب وتقول من على الباب؟ فقال لها عزير يا هذه أهذا منزل عزير؟ قالت هذه المرأة العجوز نعم وبكت وقالت ما رأيت أحداً منذ كذا وكذا يذكر عزيراً وقد نسيه الناس قال العزير عليه السلام فإني أنا عزير قالت سبحان الله فإن عزيراً قد فقدناه منذ مئة سنة فلم نسمع له بذكر قال فإني أنا عزير كان الله عز وجل قد أماتني مئة عام ثم بعثني قالت فإن عزيراً كان رجلاً مستجاباً دعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء فادعو الله أن يرد علي بصري حتى أراك فإن كنت عزيراً عرفتك فدع العزير عليه السلام ربه عز وجل وهو مجيب الدعاء ومسح يده على عينيها ففتحتهما وأخذ بيدها وقال قومي بإذن الله فأطلق الله عز وجل رجلها فقامت صحيحةً كأنما نشطت من عقال فنظرت إليه وقالت أشهد أنك عزير ثم انطلقت معه إلى المجلس الذي يجتمع فيه أهل القرية فإذا بعزير يرى ابنه الذي كان قد تركهم منذ مئة عام وهو ابن العشرين وقد بلغ الآن من العمر مئة وعشرين سنة وعزير ما زال في سن الأربعين فأصبح ابنه أكبر منه بثمانين سنة فقالت لهم هذه المرأة هذا عزير قد جاءكم فكذبها الناس وقالوا كيف ذلك وقد حدثنا آباؤنا أن عزير قد مات منذ مئة سنة بأرض بابل فقالت أنا مولاتكم فلانة دعا لي العزير ربه عز وجل فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله عز وجل قد أماته مئة عام ثم بعثه فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظر إليه ابنه وقال كانت لأبي شامة سوداء بين كتفيه فكشف العزير عن كتفيه فإذا هو عزير ففرح الناس من بني إسرائيل فرحا شديدا لأن عزيرا هو الوحيد الذي كان يحفظ التوراة كاملة وعندما غاب مئة سنة عنهم قام بخت نصر وحرق لهم التوراة فلم يبق منها أي شيء إلا ما يحفظه بعض الرجال فطلبوا من العزير أن يكتب لهم التوراة كاملة فقال لهم العزير انتظروا فإن أبي كان قد دفن التوراة في مكان لا يعرفه إلا أنا فتعالوا بنا لنذهب إلى هناك ونحضر التوراة وانطلقوا جميعا حتى وصلوا إلى ذلك المكان بصعوبة بعد أن تغيرت معالم القرية فحفروا حتى استخرجوا التوراة فوجدوا أوراقها قد تعفنت وتغيرت معالمها فحزنوا حزنا شديدا فما كان من بني إسرائيل إلا أن طلبوا من العزير أن يكتب لهم التوراة من جديد فجلس عزير تحت ظل شجرة وجلس بنو إسرائيل حوله ونزل من السماء شهابا حتى دخل جوف عزير فتذكر التوراة فتلاها على بني إسرائيل وجددها لهم فانحرفت بنو إسرائيل من بعده وقالوا لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب وإن عزيرا قد جاءنا بها من غير كتاب فرماه طوائف منهم وقالوا عزير بن الله حاش لله تبارك وتعالى سبحان الله عز وجل سبحان الله عز وجل وتعالى عما يقولون ويفترون علوا كبيرا فالله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالله أحد بلا زوجة ولا ولد وهو الرب الإله رب العالمين سبحانه وتعالى فلا عيسى بن الله ولا العزير بن الله وإنما هم عباد من عباد الله تبارك وتعالى جعلهما وجعل غيرهما فرقانا وبيانا وابتلاءا وامتحانا اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية ذاتا وأسماء وصفات وشؤونا وألوهية وربوبية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم